القصة الألمة للشاب عبد الحاليم الذي فقد زوجته وابنته صاحبة الخمس سنوات في حريق مهول ببيته الواقع ببلدية سيد إبراهيم بسيد ابن عباس وظل بعدها دون مأوى برفقة ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات تبعها تخصيص السلطات لمسكن لائق له عشية حلول شهر رمضان الكريم دوري لحرقة سيد إبراهيم هنا خسرت فيها زوجة تائي وبنتي فأمرها خمس سنين ومسكينة صغيرة وبقال لي مسكين هذا الولد وقال لي ورأيك الحديثة وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي لا دار ونشكر وقال لي وقف معي وعطاني الحريق تسبب أيضا في إطلاف جميع المستلزمات المنزلية ما دفع بالكثير من المحسنين إلى إعادة تأثيث وتجهيز المسكن الجديد ارتعينا أن نرافق هذه الخطوة الإنسانية بتجهيز وتأثيث هذا المنزل هذه العملية نشكر من خلالها نشكر الزملاء والإخوان المتعاملين الاقتصاديين اللي كانوا شاركوا في هذه العملية تجهيز على المنزل واللي الحق كانوا نقلفوني باش نقتني كل التجهيزات المبادرة التي تعكس روح التضامن والتآلف بين أفراد المجتمع الجزائري من شأنها أن تخفف من حجم المأساة التي ألمت بعبد الحليم منذ قرابة الشهر ترجمة نانسي قنقر